اقتطاع مؤشر تاسي اخيرا اختراق متوسط متحرك 200 يوم بعد اتجاه عرضي وتزبزب خلال الشهر الماضي لفين المؤشر ممكن يروح؟ وهل هنشهد اتجاه صاعد مرة اخرى على المؤشر واغلب الاسهم؟ اهلا بكم معاكم يوسف عزت من قناة اكاديمية تاسي ونهاردة هنكون بنقدم تحليل الفني الاسبوعي لمؤشر تاسي واهم الاسهم السعودية وكمان هنسوف ايه افضل الفرص المتاحة معنا وكيفية استخدالها خلال الاسبوع ودلوقتي يبقى بينا نبقى ونبدأ مع حضراتكم بتحليل مؤشر تاسي وزي ما حضراتكم شايفين طبعا تكوين نموذج الهارمونيك وسبات الاسعار اعلى مسبق 18.590 وزي ما قلنا انه قدر انه نختار متوسط متحرك 200 وهو حاليا عند 19.220 طبعا منتظرين ان المؤشر يختارق اعلى مستويات 11.833 علشان يقدر يكون بدينا اشارات تأكدية انه هيزهب ل 12.220 ودي مستهدفاتنا بالنسبة لمؤشر تاسي طبعا اه المؤشر قعد فترة طويرة في حالة من تزبزب دخلنا تقريبا في حوالي اه شهر ونص ولكن اه خلاص يعني منتظرين انه مستهدفات 18.833 يتم اختراقها الى الاعلى علشان نروح له اهدفنا اه في اصعوب نروح له ساهم بنك الراقيهي وزي ما كنا قلنا قبل كده سكنتنا على التليجرام وعلى اه تويتر وقلنا انك عندنا نموذج وتد هابط اه الاسفل وتم اختراقه اه لاعلى وطبعا فوق مستويات 75 ريال 77 ريال وبالفعل الاسعار اخترقت الوتد الهابط لاعلى ومستقرة اعلى متحرك متحرك امتين يوم ايضا مطاقعين ان سهم بنك الراقيهي يعيد اختبار مستويات 83.3 في حالة اختراقها الاعلى هنشهد ارتفاعات لمستويات 86 ثم 88 ريال نروح بعد كده لسهم بنك البلاد وايضا كنا نوهن عنه في قناتنا على تليجرام وفي تويتر وقلنا انه عند مستويات دعم قوية 31.32 وبالفعل قدر ان نشعب منها ولكن منتظرين تكوين سلوك سعري صاعد بتكوين هانرهاي او كمة اعلى كمة علشان نقدر يكون عندنا صعود تأكيدة هيكون طبعا المستهلافات بتاعتنا مستويات المقاومة التالية عند اربعة تلاتين ونص خمسة وتلاتين فاصل اشرين ايضا سهم البلاد فاصل ايضا جدا عليه متكونة نقدر نكون متابعة خلال تدولات اسبوع الحالي وهيكون وقف القصارى بتاعها اه قليل مقارنة بجاني الارباح سهم سابق ايضا بقاله فترة متزبزم فبقالنا فترة بنقول عليه انه عليه فرص جايدة مستويات دعم وقعان عند سلاتة وسبعين فاصل تلاتة منتظرين بس انه يختارك خمسة وسبعين ونص الاعلى مجرد السابق فوق خمسة وسبعين ونص الاعلى هنسهد ارتفاعات لمستويات تمانية وسبعين ثم تمانين علشان نقدر نكون بنستهدف قمم هذا اه العام سهم سابق ايضا اه منتظرين ليه انطلاقة قوية خلال الباقي من تدولات هذا العام وهنكون بنشهد عليه ارتفاعات اه جيدة سهم ملافق كنا اعطينا عليه توصية شرائية خلال تدولات الاسبوع الماضي وقلنا انه قدر انه اختارك خط اتجاه هابط كم مارس الماضي كمان مستويات دعم جيدة عند سبعة وثمسين وتمانية وثمسين فاصل تلاتة وفي بالسهل هو اه ادينا اه دخول جيد بمجرد ما يختارك اتنين وستين ريال لاعلى ده هتكون اه يعني زي انطلاقة قوية وهتكون الطريق مفتوح علشان نشهد ارتفاعات لمستويات تمانية وستين ثم واحد وسبعين سهم مقارفك فرص جيدة جدا عليه لان بمجرد ما معاشر تايس يكون بيصعد ويغلق فوق حضوصة الارف ثمانية وتلاتين زي ما قلنا هيكون مستويات بعيدة جدا لسهم مرافق انه يصعد لمستهدفات وهيكون وقت فصالة طبعا قليل بالنسبة الجاني الارباح خلي عنينا برضو على سهم مرافق هنروح لسهم ارامكو وسهم ارامكو كنا تكلمنا عنه برضو قبل كده وقلنا انه مستويات سبعة عشرين فاصل شتين مشتويات دعم جيدة برضو الاسعار بقالها فترة متكذبة حولها آآ برضو منتظرين استهدافاتنا عن تسعة وعشرين عشرين كان عندنا برضو نموذج هارمونيك كان متكون عندنا منذ فترة طويلة زي ما احنا شايفين ولكن طبعا الاسعار مزالت آآ تحرك في نطاق ضيق ومنتظرين آآ برضو آآ السعود مرة اخرى في تسعة وعشرين آآ عشرين برضو سهم ارامكو في فرص بايدة عليه الاسبوع الحالي في فرص كتيرة متكونة معانا نقدر ان نكون نستغر لها ونختل تحللنا الاسبوعي بسهم امريكانة يكون نعشرنا دي اكثر من مرة انه عند نموذج مستويات دعم اتنين فسل تسعين ومستويات الدعم تلاتة اخترق خط اتجاه هابط منتظرين انه يعيد الخطوار من مستويات تلاتة فسل تلاتين وبعد كده تلاتة فسل ستين هتكون مستويات المقاومة التالية لسهم الامريكانة علشان يكون ده مستهدافات الصعوب وبكده نكون انتهينا من التحليل الفني الاسبوعي لمؤشر تاسي واهم الاسهم السعودية افكر حضراتكم تقدروا تكونوا بتتابعونا على كل وسائل التواصل الاجتماعي عشان تشوفوا كل تحليلاتنا وكل درسنا التعليمية كمان اكتبونا في التعليقات لو عندكم طلب تحليل لأي سهم حضراتكم بتفضلوا اكتبونا كمان في التعليقات لو عندكم طلب لأي استراتيجية او مؤشر او اي طريق تحليل حضراتكم عايزينها ونشوفكم ان شاء الله في تحليلات فنية اسبوعية تانية